هلو هلو بحلقة جديدة ومختلفة لأنه هنروح للمطبخ التايلندي مطبخ بسيط يعني مش هتلاقوا إنه فيه بالأكل التايلندي أكلات بتاخد وقت طويل في السوا أكلاته كلها كنت بحكي لكم في أول الحلقة عن السبت اللي لما نشوفه منعرف إنه الوصفات دي من تايلند عندنا الليمون جراس دي عشبة الليمون وعلى فكرة كل اللي أنا بستخدمه هنا في البرنامج زراعة مصرية بقينا خلاص يعني الحاجات دي بقت جلوبال بقت عالمية بتدخل في وصفات كتير عندنا الجنزبيل البصل التوم الليم اللي هو الليمون الأخضر ده طبعا الفاصولة دي هندخلها بوصفة تانية الفلفل حراء الأحمر والأخضر وكمان البصل الأخضر والكزبرة الخضرة والنهاردة كمان معانا ورق الليمون استخدمنا كتير قبل كده ورق الليمون أهو ورق شجر الليمون رائع في إدخال النكهة من غير مزازة ريحة الليمون ده اللي بيطلع منه الزيوت العطرية بيدخل ريحة حلوة جدا على الكاري وده اللي بتشوفه بصور الأكل التايلندي مع التوميام ومع هو فيه نوع اسمه كافير لايم ليفز نوع من أنواع الليمون اسمه كافير بس تقريبا الورقة بتبقى هي هي فده برضو هندخله النهاردة طيب هنبتدي بإيه؟ نبتدي بكرات السمك اللي قلت لكم هتاخد برضو معلقة رز احنا قلنا إنه الرز الرز السكر السكر النهاردة هيدخل بالوصفات الحدقة دي بشكل بسيط بس يخلي فيه توازم سر المطبخ القاسيوي وبالذات التايلندي دي كرات السمك اللي هنحضرها دلوقتي حالا مع بعض كرات السمك دي بسيطة جدا جدا المصوح هنعمليه أنا عندي حلة على النار هنسلقها بس خلونا الأول نحضر الخلطة السمك دي هناخد في محضر الطعام خلوني أجيب سكينة سمك فيليه طبعا شايلين منه العظم خلوني أحط ده جمبي عشان نشتغل سمك فيليه ممكن عملتها قبل كده في البرنامج بالجنبري مع السمك ممكن كمان جنبري بس بذات الجنبري المبقى الصغير ده الفروزن مش حلو قوي في الأكل في الطبخ يعني منضربه ومنحوله زي ما هعمل أو منخلطه مع السمك سمك أهو فيليه هقطعه بس كده تقطيعه بسيطة ونحطه هنا هنضربه الأول لوحده خالص ونعمله بيست معجون مش هعمل كمية كبيرة عشان أنا عندي أردي كمية أنا محضراها وممكن يتحطوا بالفريزر على فكرة وممكن يتحطوا بالمرحلة دي أو بمرحلة بعد السل عشان يطلعوا على طول على الستو أو على الصاص اللي هنعمله هنحط معاهم النشرة بس هنشد الوقتي خالص بالوقتي هاخد هنا نغطيه طبعا نحطوها بمحددة الطعام في البيت العادية أو في الفود بروسيسور الكبه الصغير دي وبنكرم أنا هعمله بيست معجون تماما بصوا دلوقتي منحط عليه النشرة يعني مثلا قولوا دول أقل من نص كيلو بشوية هنديهم معلقتين نشرة أين النشرة أهو معلقة كبيرة أتنين وحنديهم معلقة سكر مش مليانة ممكن نقول معلقة أو نص صغيرين كده خلوا بالكم السلسات اللي بنأكلها دايما بالمطابخ الأسيوية بتبقى سويتا ساور هنا احنا مدخلين مع السمك السكر ومش هندخل أي حاجة مسكرة مع السوس بس هنأكل جنبه رز ستيكي رايس بالسكر هنحط نقطة مية عشان النشرة مش كتير كده ونشوف لو احتاجنا عشان النشرة بس يدوب ونرجع نضربهم ثاني مية جنبنا بتغلي علشان نسلقهم سلقة قبل ما نحطوهم بالكاري سوف أحتاج مية أو لا ممكن أحتاج نقطة صغيرة خذتوا بالكم وحطناش ملح خالص احنا محطناش ملح السوس الكاري هيبقى قوي طعمه فهنا بيجي التوازن هي سنة مسكرة البولز دي والسوس في السوية شوس والبهارات هو النكهات دا بيشيل دا المطبخ الأسوي هو فقط عبارة عن مكونات طازة قوي تاني حاجة كمان توازن مظبوط قوي يعني هي الفراشنس بتاع المكونات والتوازن وطرق طعية بسيطة جدا عندهم البخار كتير سلق كتير ستير فراي كتير والستير فراي من الحاجات السريعة يعني تبقى بالوكل هي الحلل بسموها الصيني بس هي الصين يعني هي الصين يعني الأم للمطبخ الأسوي كله فزي ما احنا عندنا بلاد الشام فيه تشابه كتير احنا يعني بعض الناس من برا بلاد الشام بيختلط عليهم الأكل اللبناني والسوري بيختلط برضو احنا علينا ساعات بعض الأكلات من الصين ولا تايلند هم بيبقوا عارفين إنه نكهة دي لأ تبقى في البلد دي أو البلد دي بصوا شكله بقى عامل ازاي أهو منشكله على شكل كورة دي كور السمك اللي ممكن أنتو خفيفة أصلاً قوي والنشا اللي حيديها إيه؟ حيديها القطمة لأنه هو السمك لوحده لو سلقناه وحطينا بالسوس حيفك النشا لما يتسلق دلوقتي بيديها شدة حلوة فأنا هحط ده هنا ونقرب الصينية اللي احنا محضرينها ونزود عليها الكور دول مش محتاجة حتى ميا ولا أي حاجة لأنه زبطة النشا حطينا معلقتين على سنة ميا بسه ما نكتمهاش قوي شايفين أنا بيخفة جداً بشكلها على شكل الكورة هنحطوهم هنا أعمل كمان شوية والميا جنبنا ما فيش فيها أي حاجة ولا ملح ولا أي حاجة ميا مغلية هيا بنا إلى الميا نسقتهم يغلوا بالميا بيبتدوا يطفو أول ما يبتدوا يستوه ممكن نحط للميا القاتي ممكن ندي نكهة لذيذة من ورق الليمون ناخد شوية ورق ليمون يدينا نكهة بيدي عطر كده حلو للميا هنسلقهم قد إيه احنا لسه هنكمل سواهم مع الكري بس أول ما يبتدوا يطفو كده شوية فوق الميا أهو أعلي الحرارة منطلعهم بمصفة عشان ننزل الميا الزيادة إذن الهدف من ده عشان إحنا في نشا والسمك نفسه بيفرفت لو ما تحطلوش بباني أو بردنج من برة فإحنا مش حطين له ولا بيد ولا بقسمات ولا أي حاجة طب نحطه بميا بتغلي يشد شدة وزي ما قلت لكم ممكن نتعامل كمان الجنبري بالطريقة دي أو خلطة السمك والجنبري تعالوا ناخد مقصوصة ونشوف شايفين شدة إزاي أهو في شدة شايفين الشدة دي والتماسق جاي من النشا وعلى فكرة طريقة حلوة عشان الولاد يأكلوا السمك بيحبوا قوي الولاد الكفتة والبولز أقول لهم كاري بولز مش شرط تحطوها مع صاصي بأحرق بتكلم عن الطريقة دي مكاملوها مع ويت صاص صاص أبيض ومع لمون وشوية زبدة وشوية جبنة الولاد هيحبوها جدا جدا تعالوا أوريكم الروز لستيكي أشيل دول دلوقتي على جنب لستيكي رايس اللي قلت لكم عليه أنا من فاعة ما أكلته وأنا بحاول أصبط الوصفة والنهاردة الصراحة أول مرة تثبط معايا بالشكل ده أنا حطى ورقة زبدة هم بولفينه بورق الموز أو ورق اللي هو شجر بالذات تبقى شجرة الموز وحطينه على ستيمر شايفين ده دي عشبة الليمون وأنا حطى كمان أهو ورق الليمون بيبقى ستيكي الرز وأدوق وأقول لكم تعمل لأنه هو شكله من برق يعني أكيد بالكاميرا رز عادي جدا بس هو ده رز اليسمين ستيكي ليه لأنه حطينا شربات بس ما حطيناهوش في الأول لو حطينا السكر في الأول بيمنع سوى الرز هنسويه مع بعض بكل سهولة بس أطلع بس السمك من هنا عايزة بس ياخد غلوة واحدة كده هو كده كده هيكمل سوى أنا عندي مصفة أهو هيكمل سوى مع السوس اللي حنحضره منطلعه أهو برا طبعا يعني بحب أنا دايما لما أسافر أروح السوبر ماركت بيبيعوا بالقسم الأسيوي الفيش بولز دي جهزة جهزة أنا أضحت جوه الكاري زي ما إحنا منعمل برضو الكوبيبة دلوقتي ومنعمل حاجات كتير رادي تو ايت أو رادي تو هيت هم برضو تلاقي الحاجات دي بتسهل لهم طيب نطلع فاصل خلوا الرز دلوقتي نطلع فاصل ونرجع نكمل الكاري نعمل معجون الكاري ونبتدي السوس عشان نسوي فيه الفيش بولز وبعدين نعمل الرز استنونا بعد الفاصل في الفاصل كملت الفيش بيست اللي حضرناه شكلته كور وسلقته عشان يبقى عندنا كمية حلوة نحطها مع الكاري دلوقتي تعالوا نعمل معجون الكاري اللي قلنا هو الأسنس النكهات كلها بتاع في الوصفة عندنا هنا بصل أحمر هحط كله في الكبة نحط البصل ونخلط بصل أحمر ممكن بصل أخضر بيديله طعم حل هو جرين كاري فهاخد كل الأجزاء من البصل الأخضر ممكن أزود شوية كمان فيه طبعاً أنواع من الكاري فيه الجرين كاري فيه الريد كاري فيه أنواع كتير زي ما قلت لكم مختلفة يعني بتختلف من الهند لتايلند لبلدان تانية تايلند يميزها عشبة الليمون عشبة الليمون اسمعوا صوتها نشفة قوي شايفين أنا مش عارفة أكسرها أول ما تفتحوها كده ريحتها عظيمة زيت عشبة الليمون ده من الحاجات اللي بعشقها في الصبون وفي البيت وفي الأويلز ومن الأروماثيرابي العلاجات اللي بيسموها العلاج بالرائحة يعني مثلا ريحة الليفندر بتهدي ريحة الليمون جراس بتنشط كده وبتدي ريحة كمان نظافة رهيبة في البيت بصوا عشان نطلع الزيوت منها منخبطها كده وده بيخلي الفليفر كلها تطلع وبنفس الوقت سهل إنها تتفرن بسواء بالسكينة يعني إحنا ونفرمها بالسكينة في المرحلة دي بنفرمها كده شايفين صعب جدا كنا نفرمها بشكلها ده بصوا هنا بالذات كل ما نطلع لفوق بتصعب علينا بتبقى أصعب علينا هي بتصعبش علينا هنقطع وهنعمل منها أحلى كاري أنا هحط هنا 2 عشبة ليمون طعمه أكتر حاجة مميزة بتبقى بالكاري ده وبتديله الطابع التايلندي لأنه هي أكتر حاجة بتستخدم في تايلند فحطينا عشبة الليمون مع البصل الأخضر والبصل الأحمر هنحط بقى الفلفل الحرق والأكل السبايسي ده من التوازن إنه نعمل كمان الأكل يبقى سبايسي سويت بس إحنا قلنا لسويت النهاردة هيجي من الرز وشوية اللي حطناهم مع السمك هاخد تاني مش هحط فلفل أحمر عشان ما غيرش لونه بس يا ترى حنعمله يا كنترول إزاي بيست معجون ونحفظه الفترة مش قليلة يعني فترة طويلة هنضيف له إيه غير الجنزبيل والتوم اللي بضيفهم دلوقتي في صمت بالكنترول هنضيف له زيت هنعمله بيست فاكرين عملنا معجون البصل والتوم وضيفنا له زيت عباد الشمس من لورو هو ده نفس المعجون إحنا حطينا هنا جنزبيل ده حطينا سوريب معجون التوم والجنزبيل حطينا له زيت بصوا بقالوا قد إيه معنا لحد دلوقتي بقالوا أكتر من أسبوعين أو ثلاثة في التلاجة بطلعوا بدخلوا في أي وصفة فاحنا برضو حطينا جنزبيل أهو هنحط توم وحبشر شوية بشر اللمون بشر اللمون بيديله طعم حلو قوي كما أنه قلنا بشر اللمون هنحط شوية من ورق اللمون طيب هناخد دلوقتي أي زيت من الثلاثة زيوت بتوعلوره اللي هو عباد الشمس والكنولا والدرع هينفعوا لأنه هما الثلاثة نقدر نطبخ فيهم عادي أنا هنا خط زيت عباد الشمس هحط تقريبا 3-4 كباية زيت هنحتاج ملح وبهرات من البهرات هنحط كزبرة نشفة هحط مثلا معلقة كبيرة من الكزبرة النشفة كمون برضو معلقة كبيرة من الكمون والملح كده إحنا بس هنفرم الخليط ده ونحوله البيست ولو احتاجنا زيت أكتر وإحنا بنخلط منضيف بيبقى كونسنتريتد وحتلقوني بزود الملح هو ده اللي بيحفظه هو والزيت لفترة طويلة وكده كده إحنا هنخففه بالصوص اللي حنعمله هنضيف النهارده حليب كوكونات جوز الهند تمام تعالوا نخلط هنالغطاءه إذن ده الأسنس اللي احنا قولنا عليه أنا حتصح نتظره ونفرم الخليط ده وممكن نضيف له عصرة ليمون كمان هنالزرار هنالغطاءه 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 وانسيت حاجة مهمة جداً بتديله لونه وطعمه الكوزبرة الكوزبرة الخضراء وعايز أقول لكم بعرقها الطبخ التايلندي والأساوي يقول لك العروق فيها طعم أكتر من الورق فاحنا هنحط كده وحنزود زيت ما إنه زودنا مكونات تانية أهو هنطر نزود السوائل والسائل عندنا هنا الزيت وانتو عارفين قلنا كتير إنه مدعم بفيتامين ألف ودال اللي هم مهمين جداً لنا طول السنة وبالزيت بفترة الشتاء كمان لإنه بتعرضش للشمس صيح الصيف نخلط أنا بحاول أهرسهم قد مقدم أنا عامهم قد مقدم تعالوا نبص على البيس مع بعض طبعاً هم بيستخدموا زمان كانوا حاجة زي عندنا الهون الروحاية دي عشان يعملوا البيس ده رحته تجنن تخيلين كل ده لما تضرب سوا اهو احنا ممكن نضربه أكتر سأنا هتجرق تصدق ودوق خطير يعني وات نتلعي كل النكهات الرهيبة نبتدي دلوقتي نسوي كل النكهات دي ونطلع طعمها مع الحرارة تظهر الطعم هحط زيت على بدء الشمس من اللورو طعم الكاري جنن يا جماعة وناخد الخليط هنا الملعقة شفتوا الطاصة سخنة من أهم الحاجات الواك دايماً تبقى سخنة جداً وناخد الكاري وعلى الزيت هنا بقى كل الزيوت العطرية شايفين؟ كل الزيوت العطرية في المكونات اللي دي سناها هتتفاعل مع الحرارة شايفين؟ وتديني ريحة ما حصلتش كنترول معنا وقت قد إيه حلو أنا حاب أضيف على الكاري ده فاصولية خضرة فحطها في المرحلة دي تاخد تشويحة فاصولية خضرة متنظفة باستخدمه كتير الفاصولية الخضرة وفي منها كمان السنوبي اللي هي بتبقى العريضة كده بس دي تجنن يعني دي الواحدها كده أكلة يعني الكاري مع الخضار دي منقلم ندي فرصة للجنجر والتوم والليمون جراس كل المكونات تتعرض الحرارة وتنزل منها زيوتها العطرية وعلى فكرة بيفضل الفاصولية لازم تفضل فيها عدة كده ومقرمشة هاخد لبنجوز الهند وفاكرين مرة ورتكم الكاري ليفز ورق الكاري وده زراعة مصرية رأيكم دي شجرة الكاري احنا نشفناه هو كان لونه أخضر زي كده نشفناه بالمايكرويف فاكرين لما ورتكم زي ما نشف بالمايكرويف وبينشف الورق هاخد شوية ورق كاري كده وحط شوية ورق لمون وناخد حليب او كريمة جوز الهند انا هنا خلطة الاثنين ونحطهم عليهم ونقلب شايفين السوس ده كوكونوت جرين كاري حاجة كده بتاكلوها لما تروحوا المطاعم التايلنديه ومش اي مطاعم كم من اللي بتبقى بفايف ستارز هوتل فنادق الخمس نجوم وطبعا محتاجين نزبط دلوقتي احنا ما حطيناش ملح وانا بدور على معلقة ممكن نستخدم السوية تعالوا ندوق بصوا لون السوس لونه روعة ورحته تجنن وجوز الهند من الحاجات اللي تستخدم للناس اللي عندها حسيم القلبان كمان كريمي بشكل رهيب مفيد جدا وللكل مش بس حسيات القلبان بس بالذات الناس اللي عندهم الحسية هيلقوا الحل في الكوكونت ملك خطير هنحط شوية سوية عشان نزبط الملح هتنقلب اين الملعقة الكبيرة احنا طيب تعالوا نسيبها تغلي شوية وانا هحط الكاري بقتي الكاري ده في طبق هنا عايزة معلقة ونطلع فاصل اريكم الكنترول عشان نرجع نعمل الرز لاني مش هقدر اضيف الكرات السمك دلوقتي كرات السمك يدوبك تغلي غلوتين هنا انا محتاجة ده ياخد كل نكهات ويتضبط تماما فوقت الفاصل ونرجع نضيف كرات السمك ونعمل الرز يلا بيه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في المرحلة دي هنضيف الفيش بولز اللي حضرناهم وحقطع كمان فلفل احمر حرق دايما منضيفه بالاخر بيدي لون حلو مش عايزين لونه يدبل من الحرارة بنقطعه كده بيدي حلاوة هو فرقه عن الاخضر انه في سنة حلاوة وبقاش حرق قوي زي الاخضر وخلو بالكم هنا التوازن جاي من دسامة لبن جوز الهند النكهات الكتيرة الاروماتيك العطرية اللي حطناها السمك في سنة حلاوة هنحط ده هنا اهو ونحط الفيش بولز ونقلب هتبتدي هي زي السبونج دلوقتي تشرب كل النكهات هنحط الاحمر كمان هنحط شوية تانين على الوش ورق الليمون احلى مطعم تايلان دي هتحضره بالبيت لو مفيش ورق الليمون ده مش مشكلة هنحط شوية عصير الليمون ده اللي بيكمل بقى محطناش خل محطناش اي حاجة احنا حطينا كامون وكسبرة بيديقوا مع السمك وحطينا دلوقتي الليمون الليمون وندوق بقى السوس هتندوق بسم الله شكله روعة لناس تحب الاكل الاسيوي الليمون زبط الحكاية كلها لانه عندي الدسامة والارومة الارومة زيوت العطرية وعندي الكريمنس وعندي السوية جاءت الليمون زبطت الاكل زي ما قلنا يبقى التايلندي مظبوط طيب عادة بحب فيه حلوة اكتر حوطينار شوية الحلوة دي هتيجي من الرز تعالوا نحضر الرز مع بعض هنحط اي نوع زيت خيانا اخد زيت الدرة من لورو بحب الرز دي بقى جلسي فيه لمعة فدايما بتلاقوني بزيد عليه شوية حتى زيت وانا بطبخه هحضر جنبي المعلقة عشان نقلب على طول هنديله تقليبة كده مع الزيت وقلنا مش هنضيف المية السيرب الشربات ده شربات عادي بس من غير موارد ولا اي حاجة ندي تقليبة ومنشرب بالمية بديله شوية السوى من غير السكر على اعلى حرارة شايفين انا عايزة اشرب الروز ابعدها سوية بس يا سخنة بزيادة ولاحظتم مغسلناش كمان الروز عشان عايزين النشا اللي فيه دينا السيكنس نرجع ثاني منحط عليه المية ومنسيبه الغطى كده مفتوح يشرب المية دي هنرجع نزود مية طبعاً بس نضمن اين انتم نضمن انه خدنا مرحلة من السوا يعني السكر عادة بيمنع ان الرز يستوي حتى بالرز باللبن لما نيجي نعمل رز باللبن نضيفش السكر بالأول منضيفه بعضين عشان بيقولوا ليها كلمة بيعمل كوت كفر كده على الرزايا بيخليها تجلد شوية فاحنا منشرب من غير ملح ولا سكر ولا اي حالة تعالوا نغرف الاكل هتوكباق حلوة ناخد الرز اللي هنحضره حالاً مع بعض ممكن في المرحلة دي نضيف اهو عشبة الليمون هنا اهو نكسرها كده اتفقنا انه لازم نكسرها هادفها على الرز عشان من اول مرحلة الغليان تديني طعم وشوية ورق الليمون ولو مش موجودين مش مشكلة دول اضافة من عندي حتى ماكنوش الوصفة الاصلية بس ادو اروه مزحلوة خلي الرز يتشرب تعالوا نغرف الرز ده عندي مقصوصة هنا انا حطفي النار خلاص على السمك وعندي طبق هنا نغرف الرز هنا نفسي اقدر تدقوه شايفين استيكي ازاي ببقى لازق كده شوية اسمه استيكي رايس تاي استيكي رايس طعمه متوازن بطريقة يعني تخض من الحلوة لانه لما اقول لحد سكر الاول بيتخض لما يدقوه الاول يقول لي ايه ده فيه هو مسكر شوية بس خطير طعمه ايوه مسكر بس خطير وده مستو انه بستو خد لون حلو ده من السكر شوفو من الكرمله عشان احنا قلنا فيه سكر تكرمل من تحت انا عشقه للاكل السوى يا جماعة فحكون متحيزة كده كده شايفين الرز هناك على الحلة شوفوا الحلة كده الروز بيتشرب على اعلى حرارة من ابتدي مرحلة السوى قبل ما نضيف السكر عاجبني اللونين اللي فيه ما عايز اقلبهم كده معاني الرز المكرمل ده ويبقى ظاهر كده طيب ده الرز تعالوا نقلبوا هنا تقليبة شايفين منشربوا قاعدين المية طيب كده لما توصل المية مرحلة باين الرز تعالوا بصوا عليها الرز باين انتم شايفين طبعا من البخار انا ممكن اوريكم كده نبعدها شوية عن المية شايفين المية والرز تساوي مع بعض مناخد هنا الشربات هحط تقريبا نصف كوباية وحنحط الملح لازم نعادل بملح كويس عشان يطلع متوازن ونحط معلقة ملح منقلب ودلوقتي حنحط المية المغلية ونكمل السوى اللي متعودين عليه العادي جدا اه ونزود المية وخليه يوصل لمرحل الغليان نوطيه نحط ورقة الزبدة ونغطيه تعالوا نقدم هنا احنا عندنا هنا الرز هحط له شوية سمسم خطير مع السمسم مع الستيكي رايز ده ونحط له كمان ورق اللمون عشان هو اصلا نكهته ورق اللمون اهو نحط دي الصونتوطة كده وتعالوا نغرف هنا الفيش بولز شايفين الفاصولية بتفضل خضره ومقرمشه والصاص شايفين لون الزيت طالع ايه طالع اخضر واخد من الجرين كاري وخليه بالكم الزيت ده كمان جاي من لبن جوز الهند يعني من الخلطات اللذيذة هنا انه احنا حطين زيوت مفيدة يعني الزيت اللي مستخدمينه زيت لورو مدعم فيتامين الف ودال زيت عباد الشمس كمان اللي طلع من الحليب برضه مفيد جدا بقوله للشعر وللجلد ويستخدم في الكوزماتيكس بشكل كبير عايز ااخد بس شوية فاصولية وهاتو نحط ده هنا ونوزع دول كده عايز الفلفل اللي بقى باين بيديله لون حلو قوي مش عايز جارنش الطبق صح؟ هو جارنش منه فيه ممكن نديله سنة كوزبرة خضرة فراش مش جارنش كمان طعم اهو تعالوا تعالوا نحطوهم انضف الطبق بس انا ده لقيت شوية ليمون يلا متهر الكاتينج بورد ننضف الكاتينج بورد خلو الليمون من المنظفات الطبيعية وتعالوا ننضف الطبق وايه رأيكم في الطبق التايلاندي ده كنترول نكهات لذيذة و مفيدة اهو و عملنا السيكي رايز اللي فيه شوية سكر اللي بيغلي على النار اهو قدامنا مع الملح متوازن جدا هتجنن في المرحلة دي هتضيف شوية زيت متركم للجلاسينس مهمة تديني لمعة حلوة قوي للرز زي ما انتو شايفين وتعالوا نوطي النار خالص تسويت الرز دلعادية دلوقتي هحط ورقة زبدة بحب ورقة الزبدة دي بقى بقالي فترة معتمداها بتقلل تبخير المية وبتساعد انه الرز يطلع مظبوط تماما انا حوطي النار خالص 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 هتفيها لحد ما تهدى وارجع اشغالها ونغطي ياخد قد ايه ياخد قد ما ياخد طلع شوية لسه نشف نزود شوية مية طيب هعمل ايه بالفاصل بالفاصل هحضر الزيت يسخن وعندي خليط المشبك اللي هو هقول لكم وصفته تاني لما نرجع مش هنعمله تاني احنا عملينه في حلقة يوم الحد اكتبوا مية شو مشبك هتطلع الوصفه ايه اسهل من السهولة هقول لكم عليها عندي كوسة عندي فلفل الوان عندي سمك الفلية نفسه هبتدي قطعه بالفاصل عشان نعمل تنفورة جنبها احلى صوص ونكمل الصفرة التالن دي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة